لكن تعالي بقى في حاجة هي الغلط بعينه هي الغلط بعينه وهي اللي حتدمر المنتخب وهي اللي تهبط اللعيبة وهي اللي حتخرجنا من طولة النوع أفريكية بدري بدري وهي كل حاجة هي كل حاجة غلط برضو ما يبقاش المدير الفني غلطان وإحنا كجماهير ومشجعين نغلط زيه لازم يكون عندنا درجة عالية من الوعي مع كامل الاحترامي وتقديري للمشجع اللي حعرض لحضراتكم صورته دلوقتي المشجع اللي طلب اهو زي ما حضراتكم شايفين كده قال لك ايه قال لك احنا عايزين حسام حسن ده خالي بقى لك هو كده في مطار القاهرة مسافر رايح الكاميرون يساند المنتخب ده هو مش مسافر مثلا رحلة سياحية في أي حتة تانية لا ده واحد رايح الكاميرون رايح يدعم ويساند المنتخب قال لك احنا عايزين حسام حسن باي باي كيروش هل ده ينفع هل ده يعقل مع طبعا وضع في الاعتبار ان الكابتن حسام حسن مدير فن كبير كابتن حسام حسن مدير فن كبير ويستحق الفرصة ما نقدرش نختلف على كده وفي ناس كتير من المصرين عندهم قناعة تمة بالكابتن حسام حسن مش دي القصة لو اي اسم حتى تاني مجرد كابتن حسام حسن هنعلق وحنقول هنعلق وحنقول ليه بقى وإيه بنعلق ليه لان الكلام ده ما يصحش احنا لسه مخرجناش من بطولة الأمم الأفريقية بل بالعكس كمان احنا حتى لما خسرنا المباراة الأولى احنا ممكن ناخد البطولة انت لسه عندك مطلوب في المجموعة وحتتتأهل وحتصعد فانت مطلوب منك ايكا مشجعة مطلوب منك انك تساند والدعم للآخر لحد ما ييجي نتيجة او ييجي خروج خلاص من منتخب مصر لقدر لما بتولت الأمم الأفريقية ساعته يسيدي قول لأنت عايزه واعمل اللي انت عايزه لكن ما يصحش ابدا انت تكون مسافر تدعم انت مش مسافر كدعم المنتخب انت مسافر تعمل مشاكل انت مسافر مش عشان تساند انت مسافر عشان تخصر المنتخب مش عشان تشجع المنتخب ده كلام لا يعقل وغير مقبول وغير مطلوب بالمرة بعد إذن حضراتكم يا جماعة احنا لسه مخلقناش من بطولة الأمم أفريقية وعندنا ثقة كبيرة جدا في اللاعبين والثقة قد هزت شوية في الجزء الفاني بس هو يقدر يعدلها هو يقدر يرجع السقة دي بشغله بعمله بتنظيمه بتمركز اللاعبين الصحيح في الملعب ساعتها الأمور حتتغير ومنتخب حيكسب النهاردة بإذن الله وحنشيد ويكسب بيوم مطش السودان ان شاء الله وحنشيد بالمنتخب لكن اللي بيحصل ده ده أمر سلبي بالمرة وغير مطلوب أبدا 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 لما يبقى في نتيجة خلاص سلبية تماما وخرجنا ولا قدر له في أي مشكلة قول اللي انت عايزه واتكلم عن اللي انت عايزه وانتقد وعمل اللي انت آه انتقد الجزء الفني فنيا بس ما تروحش حضرتك تماما موجود في الملعب هناك في جروة عشان ماتش مصر وغينيب بيساوي راح تشجع واللي انت كتبه على ظهرك ده اللي انت كتبه على ظهرك ده ده كافيه لما هو يعني يخسر المنتخب النهاردة لو الناس خد وأكيد الناس خدت بالها هناك يعني سوشال ميديا ما حدش بيسيبها فده أمر غير مطلوب ومش قابلينه اطلاقا اطلاقا وفي نفس الوقت بخلاف الصورة دي أنا وصك ان فيه عدد كبير جدا من جماهير رايح يشجع ويساند بالشكل الصحيح والمطلوب اللي بإذن الله يجب لنا نتيجة كويسة النهاردة وتكون أول ثلاث نقاط لمنتخبنا في دور المجموعات ودورة الأمم الأفريقية